ويعتبر عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية عزيزة على قلب كل مسلم ويتميز بإقامة العديد من الشعائر والسنن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا العيد ويسارع المؤمنون إلى تأديتها وفعلها تقربا إلى الله تبارك وتعالى ومحبة في اتباع سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إن استقامة المؤمن تنبع من حرصه الشديد على إرضاء خالقه وتجنب نواهيه ولما دع الله رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين بأن يصلي ثم ينحر بعدما كان ينحر ثم يصلي إشارة اعتبرت كواحدة من بين رسائل إلهية عظيمة تحمل مزون الخير التي تحيي الأرض وترتب حياة العابد وتدله على أدوات الرجد وتعرفه بمظاهر البلاغة في عقيدته وتقوده إلى أداء تعاليم كتابه الحكيم وسنة الماح الكريم ومن بين هذه السنن سنة عيد الأطحى المبارك المؤكدة هذا العيد الذي يعتبر أحد العيدين عند المسلمين والذي يبدأ في العاشر من ذي الحجة وينتهي في الثالث عشر من الشهر الهجري ذاته مناسبة دينية اعتاد مسلمون معمورة ممارسة شعائرها الدينية المقدسة ففي يوم التاسع من ذي الحجة يصعد فيه حجاج بيت الله الحرام جبل عرفات في الوقت الذي يعمد المسلمون من غير الحجيج صغم يوم عرفة الذي بشر النبي لكل من صامه واحتسب على الله أن يكفر له السنة التي قبله والسنة التي بعده لتصدح حناجر المؤمنين بترديد تكبيرات العيد ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فالحكمة من التكبير هي ذكر الله تعالى والإقرار بكبريائه في القلوب والتوجه إليه وحده واعتراف النفس بمحبتها للخالق القهار الغسل للعيد سنة مؤكدة ولبس الجديد من مظاهر هذه الفرحة عند المسلمين في حق الجميع الكبير والصغير الرجل والمرأة وقبل ذلك صلاة العيد تعتبر من أهم شعائر عيد النحر يمكن تأديتها جماعة وفردا وفي الوضع القائم الذي أوجده فيروس كورونا سيتم أداء ركعتها في المنزل المنزل الذي سيكون الملاذة الآمنة للأسرة والمجتمع للاحتفال بالعيد وعدم الإختلاط ومنع التجمعات ومن أهم شعائر هذا العيد أيضا الأضحية قربة العبد إلى ربه في ضحى يوم العيد بنوع من بهيمة الأنعام البقر أو الغنم أو المعز أو الإبل بنية التقرب من الله تعالى لتلفزيون البحرين محمد رشادت ترجمة نانسي قنقر